فراخ فرخة نص فرخة سبتها سليمة بعد ما سلقتها والنص التاني شلت منها الجلد والعضم ونسلتها عندي سمنة بلدي ومستكة وقرفة وحبهان وملح وفلفل عندي زبادي ودقيق وعصرة لمون وشربة الفراخ متصفية ولبن حليب عندي عيش شامي متقطع مكعبات مقلي في الزيت متصفي واخد ملح وفلفل عندي بصل وردة بصل احمر متقطع شرائح رفيعة جدا رشة ملح ورشة دقيق نزل في زيد غزير سخنة جدا طلع الطبقة واحدة على المناديل عندي رز مصري مغسول ومنقوع في مياه سخنة وحنصفيه دلوقتي هعمل ايه عشان نعمل الكشك هجيب بولا هحط ايه في البولا دي ملح عصرة لمون دقيق دقيق ابيض لكل كباية من الزبادي معلقة دقيق زبادي اقل بكويس جدا اغطيه واسيبه على جنب اقل حاجة ربع ساعة يعني اقل مدة ربع ساعة بنعمل ايه بنخمر الزبادي وده مش الزبادي السعيدي طبعا ده الزبادي مش الكشك السعيدي ده الكشك ألمز الكشك العادي نصفي الرز كويس حلا اشغل عليها النار احط سامنة بلدي لكل كباية رز نص معلقة سامنة بلدي نص معلقة زيت دورة معلقة صغيرة ممسوحة ملح فص مستكة وفص حبهان ده لكل كباية من الرز انزل بالرز مش عايزة الرز يغير لونه بس عايزة يتغلف بالمادة الدهنية علي النار بقى نص التسوية شربة ونص التسوية مية طب هو اصلا انا محتاجة مية قد ايه لكل كباية رز مصري كباية من المية طيب عايزة اجهز الفراخ سامنة بلدي مستكة حبهان رشة قرفة طبعا ده اختياري انا كل واحد يعمل اللي هو عايزه ساعات كمان بحط معاهم كزبرة نشفة مطحونة واستنى لحد ما السامنة البلدي تسيح دي سامنة بلدي جاموسي عشان كده لونها ابيض اقوم منزلة الفراخ دي المسلوقة وعلى الجنب التاني هنزل الفراخ دي المسلوقة برضو وحاسبهم يتحمروا علشان استعين بيهم في التقديم هاجي في الحلة دي احط شربة شربة الفراخ طبعا احط حليب لبن احط الزبادي لبن الزبادي اللي انا عملته بالملح واللمون وسيبته يتخمر اقل حاجة رباسعة الرز بدأ يتشرب لكن لسه والكشك لسه ما بدأش حتى يسخن فلا لسه يعني ده القوام اللي احنا عايزينه طفينا النار بصوا الرز استوى الروايح هنا وهمية الفراخ اتحمرت وشايف لونها مش شام مريحتها بقى ولا طعمها بتبقى خطيرة وبالتحميرة دي بحط لها ساعات كمان زي ما قلتلكم وكزبار ناشفة هات السمنة دي هنا هات بس السمنة دي هنا وسمع كلامي اشتري ماني ادفي النار على كله الفراخ التانية اللي كانت متقطعة وتحمرناها برضو هنا حطناها فوق العيش هجيب الرز موسيقى 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 موسيقى